بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم يا شباب. نكمل ان شاء الله مع بعض النهاردة الجزء الثاني من محاضرة الباسولوجي. طيب المحاضرة اللي فاتك وناكلمنا عن المقارنة بين الكلونزو دزيز وين الالتراتف قوليتس. تمام? وزي ما قلت لك ساعتك كامل في وراء لنفسك كده بره مقارنة. وزود لجدول ده. في جدول في المحاضرة زودناه. زوده عندك. ما تستخسرش. تمام? يعني زود المعلومات اللي في الجدول ده عندك بره. بالاضافة لأي معلومات تعرف ساعتك تضافها في المقارنة في ضوء الكلام اللي احنا قلناه. طيب النهاردة هنتكلم عن شقة تاني خالص بقى. هنتكلم على حاجة. لا تنساش. انا بيتكلم في بالسولوجي أوف كالون أندرıyorlar. وقالت لك ان المحاضرة دي الأدق. انا بيتكلم على الانتيستان من شكل عام. ان فيها حاجات بتيجي في الناس McGنت. فادنا بتكلم على الباسولوجي أوف اسمه البوليبس البوليبس المحاضرة النهاردة مهمة جدا ودقيلة في معلومات كتيرة ومعلومات دسمة فاركز معي كويس قوي في كل كلمة بقولها يعني ركز معي ومشي معي بالترتيب واحدة واحدة عشان ما تتوشي مني تمام بس كل ما اشرح جزء اقول لك وقف وروح حفظه توقف وتروح تحفظه انا بريحك وبوفر المجهود عليك بدن ما تخلص المحاضرة وتسمحها متصراعها في 45 دقيقة وتقعد تذكر بعد كده اربع ساعات لأ انت قعد اسمع المحاضرة كل شوية توقف وتروح تذكر هتلا تطلق اتمعك في ساعة ونص ساعتين 3 ساعات يعف بس خلصناها كويس تمام طيف هنتكلم على البوليبس هنتكلم على حاجة اسمها البوليبس هنتكلم على حاجة اسمها البوليبس يعني ايه بوليبس يا شباب لو قلتلك كده بالعرب بالبلدي هتقول ان البوليب دي زي نتوك او بروز من ول هيبقى عندي كده وال موجود وطالع منه بروز البروس ده بنسميه بوليب طب الكلام ده اعرفه علميهن ازاي يعني اقوله بلغة الطب ازاي يقول لك البوليب إزقان أبنورمال جروس أوف تيشو يعني أي ميوكا سمبرين عندي يعني فيه بيسيليا طالع منه أبنورمال جروس أوف تيشو في تيشو كان طالع اللي قدام دي نسميها بولب طيب البولب يقول لك يعني وزوت ستوك أو بيدنكيوليت يعني اللي هستوك يعني البولب بتاعتنا هي إما تكون كده دي بيسموه ستوك أو تبقى عاملة كده إيه بقى المنظر ده معناها بيدنكيوليت يعني لها ستوك أو ليها نيك تمام؟ ده الشكل اللي ساعتك عارف طالع دي كلام ده خدته قبل كده يبقى دي البولب بتاعتنا هي إما تكون حاجة شايفين زي كده ايه طالع مباشرة إما تكون حاجة زي كده شايفين المنظر نفس الكلام تانو دي حاجة بيدنكيوليت طالع وليها ستوك أو نيك صعب الكلام ده ده بشكل عام بتكلم على الشكل ده بالنسبة الشكل طب بالنسبة للأنواع بقى اللي أنا خدها دلوقتي بصولوجيكا اللي قالك بنقسم البوليبس إلى نوعين كبار عندي نون نيوبلاستيك بوليبس وعندي نيوبلاستيك بوليبس طيب فعندي حاجة اسمها نون نيوبلاستيك بوليبس يعني بوليبس ما فيهاش نيوبليزيا وعندي نيوبلاستيك بوليبس هنبدأ بالنون نيوبلاستيك بوليبس نون نيوبلاستيك يعني إيه يعني الخلاب بتاعتنا جميلة ما فيهاش أي تغيرات سرطانية ما فيهاش أي مشاكل وأصلاً السبب الرئيسي ممكن ما يكونش يعني السبب مش نيوبلازيك يعني إيه السبب مش نيوبلازيا مش تيومر لأ ده في أسباب تانية ممكن تحصل دلوقتي ههوري هالك لكن نيوبلازيك بوليب معناها أنه عندي عندي تيومر عندي قسام في الخلايا عندي نموه في الخلايا وكمان بيطلع خلايا غير طبيعية خلايا شكلها غريب تمام بيحصل ديسبلازيا فهنبدأ نتكلم عن الأول على نون نيوبلازيك بوليبس قالك النانيو بلاستيك بوليبس ينقسمه عندي أربع حاجات تتكلم عنه خلي التاسمية دي عندك كده يعني اكتبها عندك في الأول هنا عشان تسيلك الموضوع ده تلال نفس الكلام في الكتاب بس خليها في الأول هنا عندي حاجة اسمها هيبر بلاستيك بوليبس واحدة واحدة ملخص سريع كده كما يا شباب 95% أو 95% من النانيو بلاستيك بوليبس عبارة عن هيبر بلاستيك بوليبس يعني إيه يعني شوية أماكن في الجاية تي حصل فيها هيبر بلاستيك شوية خلايا بس انقسمها ذات شوية هقولك إن السبب الرئيسي إن بقى مفترض الخلايا شباب بتاعيتنا في الجاية تي زي ما قلتلك لها معدل عالي من الريجن ريجن على طول بتنقسم وتتعوض فكرة الهايبر بلاستيك المفترض إن في خلايا بتموت بقى كأي خلايا بتتنقسم وتتعوضها الفكرة في الهايبر بلاستيك إن خلايا انقسمت خلايا انقسمت كتير في المقابل ان موت الخلائل موت الخلائل فبقى عندي عدم توازن شوية الانقسام بقى زيادة والموت بقى قليل فعاصل عندي شوية هايبر بليزيا بس الخلائة زيادت لكن الخلائة طبيعية مفقاش اي مشكلة معاصلش عندي اي ابنورمال جروس مفيش ديس بليزيا فبالتالي مفيش مليجنان تبوتينشي الموضوع ما يقلبش بسرطان ودي معلومة مهمة زودها عندك او لو ما ننكلم بعد شوية هنزودها يبا دي اسمها هايبر بلاستيك بوليب لسه اتكلم عنها تاني بعد كده عندي حاجة اسمها هامرتومتاس بوليب طيب كلمة هامرتومتاس دي انت خدتها فولة طيب خدت كلمة اسمها هامرتومة خدت كلمة اسمها هامرتومة لما يكون عندي ديس ارجنايزت جروس لبعض الانسجة بس تكون طلعة في نفس المكان اوف اورجن مش مهم ما تهمنيش تعرف بس ان بعد شوية هكلمك على نوع من البوليبس اسمه هامرتومتاس بوليب إيه المرة التمتاس بوليب في من هنوعين هو عندي حاجه اسمها bids gigas bids gigas وعنده حاجه اسمها retention bulips سوات شو� هنتكلم عنها او، سنتكلم عن حاجه اسمها emphalmatri او joudo bulips ايه certifiedimmtس دي خدناها قبل كده exporting لما يتكلمنا اولوoolodytes ساعته قينا اتكلمنا القولنا أن psicoterapice بق ليبين؟ لقد تيجي أكثر في الالثراتف كوليتس طبقتي السودو بوليبس دي قلتلك بتيجي حوالين المكان بتاع الألصر شايفي عندي ألصر حوالين الألصر في سودو بوليب سودو بوليب تمام قلتلك بعد شو هنتكلم عنه يما دي حاجة خدناها بلي كده دي مش جديدة هسكول لك عنها كلمة وخلوق لاني خدتها بلي كده وآخر حاجة يقول لك فيه المفويد يعني دي المفويد يعني والله الموضوع عندي كل الفكرة أنا عندي زي ما خدنا البلي كده في الشجاعي تي دي بيكون عندي ميوكوزة تحت الميوكوزة في المفويد تيشو طب لو المفويد تيشو ده زاد زاد حصل فيه أوفر جروس مش هيزق الميوكوزة شوية لفوق ويقفع المفويد تيشو ده بنسميه المفويد بوليب منتهى البساطة فعندي أربع أنواع تجمعهم في سي إنك هتحفظهم صمع أسماء دلوقتي أسماءه هايبر بلاستيك بوليب هامرطومتاس بوليب انفلامتوري بوليب لمفويد بوليب ولهامرطومتاس بوليب في منها نوعين في منها نوعين في منها بيتز جيجرز وفي منها ريتنشان بوليب تمام؟ يبقى تاني احفظ معايا الكرار عشان تحفظ النوني و بلاستيك بوليب في هيبر بلاستيك هايب ده أشهر نوع ونومة لجنانت بوتنشيال في حاجة اسمها هامرطومتاس وده بي ينقسم إلى نوعين وعندي حاجة اسمها انفلاماتوري اللي هو السودو بوليب وعندي حاجة اسمها لمفيد بوليبس. طيب. نبدأ. نبدأ. خلينا نماشي نبيدي في المحاضرة. او الكتاب هو نفس الكلام مش هيفرق. طيب ماشي. خلينا عشان ما اتقوش في الكتاب. بعد كنا نقرأ في حاجة زيادة هنا. لان في شوية زيادات معلش تزودها معي. اي حاجة عشرح عن الملف ده. متعلم عنها بالصفر زودها عندك في الكتاب. نبدأ بالهايبر بلاستيك بوليب يا شباب. الهايبر بلاستيك بوليب. قلنا ده الموست كومن طيب ان ادلتس. اشهر النوع بيجي في الادلت. هو الهايبر بلاستيك بوليب. بتيجي فين? كبر السن. في الستينات في السبعينات. كبر السن. طيب. بتيجي. لا لازم هنحفظ كل حاجة. هنعرف بتيجي اكتر حاجة فين. ركز في الكلام ده. في الهايبر بلاستيك بوليبس بتيجي اكتر حاجة في السجمويدو كولن. فاكر السجمويدو كولن؟. لو مش فاكر لما خدنا تقسيمة الكولون. تمام. يجبين صورة هنا. ماشي. اهو يا شباب انا مرجع لك اناتومي في انا عندي حاجة اسمها السجمويدو كولن. تمام? فالايبر بلاستيك بوليبس فاتنساش انها بتيجي اكتر حاجة في السجمويدو كولن. طيب شكلها بيكون ازاي? احنا قلنا البوليب هيما تكون سيسايل هيما تكون بدنكيوليت. لا دي بتكون اكتر سيسايل. يعني غالبا بتكون سيسايل بتكون سمول سايز الحاجمها صغير. ويقول لك ريرلي بدنكيوليتد وريرلي انها تكون بدنكيوليتد اند لارج سايز. طيب مايكروسكوب انا هشوف ايه? طاعت المايكروسكوب اشوف ايه? قال لك هشوف الانجيتد جلانز وز انترا ليومينال فولدينجز. هوريك دلوقتي. وانت مش قلتلي ان انا في السجمويد. هبالك في اللارج الانتستل. اللارج الانتستل او الكولن. كان كريبت ولا في اللاي? كان كريبتس. لو ساعدتك فاكر. بصولش. يعني الجلانز عندي عاملة كده. واخدر صورة كريبتس. انا باتخيل معاك. بعدين هوريك المنظر الحقيقي. ادي المنظر بتاعنا كريبتس. طيب الكريبتس يعني اقول لك ايه? الانجيتد جلانز. يعني الكريبتس هتبقى طويلة شوية. ويكون عندي انترا ليومينال فولدينجز معايا. يعني ايجي جوه اليومين ده هلاقي فولدينج نتوئات كده. نتوئات. نتوئات كده. اهو. مركز معايا. طيب انتوئات دي. تعملي منظر عامل زي منظر ايه. لو انت عالمركز. عامل زي السنان ايه دي. مش عامل زي السنان. خبه ده وسمناها كده. تبقى شبه ايه. تبقى شبه اسنان المنشار. فيسموها سو توزد أبيرانس. بصعدتك عارفت ليه سمناها اسنان المنشار. لان الجلانز هنا شوية الابيسيليام هنا. الجلانز هنا. عاملة هايبر بليزيا. الطبقات زيادة. ما عندي هايبر بليزيا. فالطبقات زيادة دي. مدياني منظر. مدياني منظر جوه اللي يومن. ان الخلايا طلعه الجوه. عاملة سنان. عاملة بروزات. فمدياني سو توزده كبيرا. افهم الحاجة هتلاها سعى. لكن ما تحفظش وتصوم. افهم. افهم. المنظر جي من كده. طيب. لو جينا نكبر عن جلانز دي. تايبان في الصور. هنلاقي فيها سيتو بلازم كتير. اباندن سيتو بلازم. وهنلاقي فيها بيزا لني اقول لك. آآ انكنس بيكوس يعني ايه يعني بتشوف فيها بيزا لنيوكلياي. وبيكونش النيوكلياي واضحة قوي. انكنس بيكوس. ده على عكس بعد شوية لما كلمك عن انواع النيو بلاستيك. هقولك ان بتكون بيزوفيليك نيوكلياي غمقا واضحة. هنا ما بتكونش واضحة وبتكون بيزا لعادي. طيب. المنظر بتاعنا ده لما يكمل في السيرفز ايبي سيليام. هيظهر بصورة ايه? نتوءات برطو. لفوق كده. فيقولك السيرفز ايبي سيليام بيكون فيه مقدرش نسميها بابلي. مقدرش نسميها صوابع. لانها مش حاجة كبيرة قوي يعني. لكن ممكن نسميها مقدرش نسميها مقدرش نسميها تمام? يبقى دي الصفات بتاعتنا. تعالى بمنتهى البساطة نشوف الكلام ده مع بعض. تمام? قلت لك معلش ما تنساش زود عندك الاتيولوجي. اهريف كتاب مش موجود. نزود عندك. الاتيولوجي بتاع الهيبرة حصلت لها يا شباب. قلت لك في وسط الكلام. حصلت لان في عندي كريز. دة ابي سيليال تيرن اوفر. عندي دلاى شينج اوف سيرفس ابي سيليال سيلي. دليا اي ده شينج اوف سيرفس ابي سيليال سيلي. سيلي اوف بيلينج اب. بيلينج اوف يعني تجمع. بيلينج اوف. وفي جوبลة سيلي كامدي ابزور tablespoon بسيلز يعني ايه. ايه. يعني مفترض ان الخلايا في معدل للانقسام معدل للبناء ومعدل للهدم ساعاتك بتقلل معدل الهدم. ي fraudulent الابيسيليا سيلز يعني خلايا مش بتموت. وقللت الشيدنج. قللت الشيدنج. الخلايا كانت مفترض بتقع وما تقعش. فبالتالي بيتراكموا على بعض ويعملوا هايبر بليزيا. وبيتجمع عندي الجوب لتسلز والأبزور بيتفسلز. ده كلام بديهي. عايز تزودها زودها مش عايز تعرفها. مش عايز تزودها وانت فاهمها خلاص انت فاهمها عاتي. مش صعبة يعني. واهم حاجة نو مالجنانت بوتنشيال. يعني دي مش هتتحول لحاجة مش خطر. لو جالي واحد لقيت عنده خبر بلاستيك بوليب. روح روح. ما عندش اي مشكلة. دي المنزر بتاعنا اللي قلنا لها شباب. اهي. بوليب صغيرة خالص اهي باينة. تمام. وحاجة سيصايل. حاجة بس طلع البرة بارزة عن السطح. المنزر ده يا شباب. بس هي مش باينة عشان بالعرض. تمام. بس دي لو شفناها. لو جينا خد نجاتها. لياها عاملة كده. حاجة طلعة بس من السطح كده بسيطة خالص تمام. وحاجمها صغير خالص خمسة ميلي. مش باينة. حاجة صغيرة خالص خمسة ميلي ميتر تمام. حاجة صغيرة خالص. وريرلي. نادر جدا انها يكون بدا انكيوليتد. ويكون كبيرة في الحجم. طيب. مايكروسكوبكة اللي بقى اهو المنزر بتاعنا. شايف بقى? اللي بقى اللي يفهم بيرايا. انت فهم الكلام. بص للصورة نفس اللي تقول لك اهو. اهو عندي كريبتس. مالها كريبتس. مالها كريبتس. الابسيليام يا شباب في هايبر بليزيا. افهم افهم او تخيل. الابسيليام في هايبر بليزيا. فعمل لي جوة كريبتس كده ايه داخل بفولدنج. داخل. الابسيليام زايد اهو. منظر سنان المنشار. سنان المنشار. ولو جيت بس هنا مش باين من فوق. بس لو جينا نكمل. هتلاقي ان في بصوا على المنظر ده ايه عشان ما اتوهش المنظر يا شباب هي دي الجلانت وخدت فيها يعني الجلانت وخدت فيها وهبص كده هلاقي المنظر ده اللي كان باين كأنه خرطيم كده بالطول هيبان دواير انا عندي خرطوم عامل كده خرطوم لو جيت بقطع في الخرطوم هشوفه ايه هشوفه دايرة ده الكلام اللي انت فهمه فقول ليه الطب حشان بس ما اتوهش في الصور دي انا بفهمك فهتالى المنظر عامل كده اهي دواير ولما جيت بص للدواير دي جوا هشوف ايه نفس المنظر اهو اهو هتلاقي الخلايا عاملها نتوات عاملها نتوات هو ده اللي لما بشوفه بالطول عامل لي المنظر ده عامل لي اسنان منشار تخيل معايا وما اتوهش الموضوع مش صعب خالص يبقى الحاجة اللي بالطول كانت عاملة كده قبلك ما هو ده حوالين داير تمام لما جيت شوفها هلاقيها عاملها كده هلاقيها عاملها كده اللي شوفناها يا شباب هلاقيها كاتسكشن برضو في بروزات ونتوات اهو المنظر ده فدي الجيلانتز عندنا تمام مش نعرف نركز اهو في التفاصيل بس اقولك ان الخلايا بتاعتنا لا سيتبلازم كتير اهو اباندان سيتبلازم ان يكلاقي موجودة كلها بيزل اهي بيزل بس هو ده الكلام بتاعنا صعب يا شباب صعب ادي الهايبر بلاستيك بوليب مهمة جدا وسهلة فيش اي مشكلة اقولناها سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة تمام يبقى تاني انا عايد لها كل واحدة تاني عشان نحفظها اصم مع بعض يبقى الهايبر بلاستيك بوليب بتيجي اكتر حاجة في الادل طب اكتر مكان فيه ندركز في كل التفاصيل سيجمويد وكولون طب مين اللي بتيجي ايه سيجمويد سيجمويد وسيسسايل سيسسايل طيب بيكون فيها ايه وكمان يا عام يخد عندك سو توس أبيلانز يبقى تلك حاجات بعض الف daughters بتجي في السجموايد مين اللي بتكون سيسايل والحاجة المميزة هنا سو توس أبيلانز سو توس أبيلانز تل حاجة المميزة يبقى يقولك في الامتحان سو توس أبيلانز استين انويتش طيبة اوف بوليب مشوفه فين طيب نخش على الحاجة اسمها هامرتومتاس بوليب هامرتومتاس بوليب الهامرتومتاس بوليب وهو ان هناك نوعية وهو نوعات التانية بيتزجغر لهذا التانية من بيدي traded هذا يمكنaki حينما إلى مئة وهذا ان اعتقد الله ايه اول نوع منها ج Couldn't responsibility النوع التاني هو بيتزجغر هو Dennis هذا اللغبات كيset وهذه مش محاومة بس الان التانية فكرة في المحاضرة اتركز وقاله سؤال. تمام? في منها انواع. وعندي طيب. نبدأ بالجوفونايل واحدة واحدة. يعني يا شباب. يعني اطفال. خلصانة. خلصانة. يبقى خلصت هاي. يبقى اشهر بولب بتيجي في الاطفال. اقل من خمس اسمها ايه? اسمها جوفونايل. طب دي نوع من نوع ايه? من نوع همرتومتاس بولب. يبقى مين اكتر بولب بتيجي في الكبار. خلصة دهو. تمام? ده سؤال انت حان على فكر مين اكتر بولب بتيجي في الكبار? هايبر بلاستيك بولب. طب مين اكتر بولب بتيجي في الاطفال? شفونايل تنشان بولب. يبقى دي الموست كومان بولب انك طب بتيجي فين? دي بتيجي يقول لك في الريكتم. تمام? الريكتم. الريكتم ده شو يعني ايه? يعني خلاص دخلة على اللي نالكنال. فممكن البولب تكون كبيرة شوية. الايه برزة من تحت. اجي بص على الطفل من تحت. الايه برزة. او ممكن دخل ايه ده حس بيها. دخل لبالكم في الريكتم. عارفيني الكلام ده? في حاجة اسمها فيه ايه اسمه بيرريكتم. انا بدخل صباعي وحس. طيب. فلوكيتر الريكتم يقول لك مي برو لابس او توفزر ايكتم. الايه طالع البره. وممكن تنزف. الايه بليد. فالامة بتعرف ان مرة واحدة الايه بيبص. لما حسس بحاجة مدايقه. من تحت. او مرة واحدة فيه نزيف. فتكشف عليه. فتيجي على الميكروسكوب او ايه سف ندخل نبص بالمنظر. انا شوف المناظر دي. طيب. يقول لك بقى. لكس بقى. عشان ما تتوشي مني. الجيفوناير ريتنشان بوليبس في منها نوعين. يبقى العمرتوميتاس بوليب. في منها نوعين. جيفوناير ريتنشان بوليبس. وبيتز جيجر. تماما. هنتكلم عنها. الجيفوناير ريتنشان بوليبس في منها نوعين كمان. نوعين جوه الجيفوناير ريتنشان. في عندي سبوراديك. وفي عندي يقول لك ايه سندروميك. يعني في عندي جيفوناير ريتنشان بوليب بتحصل بشكل سبوراديك. سبوراديك يعني عشوائي. يعني حالات متفرقة. دي بتكون يوجوة لسوليتري. يعني طفل صغير مرة واحدة جات لبوليب واحدة. والطفل ده مفيش اي حد فعلته جاله الموضوع عبل كده. هو سبوراديك كده. تماما. الوقت مرة واحدة. وبنسميها ريتنشان بوليبس. وركز في كلمة ريتنشان دي. بعد شوية هقول لك. سميناها برضو. سميناها لسبب. ما سميناهش وخلاص. كلها كلمة وليها غرض. طي. او بتكون سندروميك. سندروميك يعني ايه. كلمة سندروم. يعني البوليب دي بتكون جزء من اشياء اخرى. في سندروم حصلت في الجسم. شوية كده اشياء اخرى. ومن ضمنها بيحصل ايه. جوفينايل ريتنشان بوليبس. فشياتها بنسميها جوفينايل بوليبوزز. جوفينايل بوليبوزز. ده بيكون مشكلة وراسية. بتكون اوتوسومال دوميننت. مشكلة في الجينات. بتكون اوتوسومال دوميننت. عارف سعادتك معناها ايه الكلمة دي? يعني الطفل او الطفل ده عايز نسخة واحدة بس. عشان يزهر المرض عنده. لو مش عارف. كنا خدنا قبل كده حاجة اسمها. اللي هو الجين المتنحي والجين الساعد. ده جين ساعد. يعني عايز نسخة واحدة بس. نسخة واحدة بس. تشفى النسختين. وهيزهر عند المرض. تمام? انا مش محضر الجينات. اعرف بس في حاجة اسمها ساعد ومتنحي. ده ساعد. طيب. ويقول لك ايه شايف بيكون معاه. شوية مشاكل تانية. من ضمن المشاكل اللي بتكون معايا حاجة اسمها بالموناري. سريعا خالص بيكون عندي واصلة كده في البلموناري. بين الارتري وبين الفينز. ده لي مشاكل واعراض. انا عايز او كلمة بس. نعرف فبيكون معاها مشاكل تانية مع البوليبس. يعني مش بوليبس بس. فبيكون معاها بالموناري. صعبة? يبقى لما يقولك ان في طفل عنده. في طفل عنده. مشاكل عنده بوليب في الجاي تي. بس عنده مشاكل تانية في طالما عنده حاجة في الجاي تي وعنده حاجة تانية في اللانج. اللانج ملااش دعو بالجاي تي. فطالما انه عنده مشكلة في الحاجة المعبقة. دي مشكلة دي غالبا مشكلة وراصية. دي غالبا نجينات. فدي بتكون سندروم. اي حاجة تلاقي فيه كزا حاجة دي سندروم. ده مش حاجة طبيعي. فدي بنسميها سندرومك او جونايل بلوبوس. طيب. سواء ده او ده. شكلهم بيكون عامل ازاي نفس الكلام. في عندي جروس. وفي عندي مايكروسكوبك. يقول لك جروس بتكون ركز بقى. اللي فوق كانت مين اللي بتكون سسايل. اهي الهايبر بلاستيك كانت سسايل. لكن دي مين. دي بيدنكيوليت. يقول لك. والسيست ان كات سيكشن. يعني لو جيت في الكات سيكشن هلاقي فيه سيست. طب ليه سيست يا شباب. ليه سيست مانا ايه لك. ما اسمها ريتنشان بولب. يعني ريتنشان. ريتنشان معناها احتفاظ. تمام؟ فالجلاندس. بتفضل المحتفظة جوها بالسيكريشن. مفترض شكلها عامل كده. شكلها عامل كده. فضلت محتفظة جوها بالسيكريشن فاتنافخت. فطلت في عمللك سيست. مايليان سيكريشن. عشان كده تسمينت ذاتيتنشان. انا بفركز. ربط الكلام وبعض. يبقى احنا سميناها ريتنشان بولب. لإنها بتكون شايلة سيكريشن. بيتعمل سيست اهي. الكلمة المتطبع طب بعد انا بقولش كلام غريب فيقولك هي بطنكيوريته معناها ان هي كبيرة شوية شايف بطنكيوريته يعني ما اللي هيها نيك ده جروسلي نيك وبتكون كبيرة شوية ولو جيت ابص انا بتخيل معاك وهذا نشوف المنظر هتلاقي جوه ايه يا شباب في شوية السيست دي وبارة عن جلانس حصل فيها ريتنشن اتحوشت جوها السيكريشن طي يقولك بالقاس فريكا المدورة اتنين سنتي هنا كنا كام خمسة ميلي هنا اتنين سنتي حاجة هشوفها بعيني ولاها سموز سيرفس السيرفس من بره سموز طب مايكروسكوبك اللي اتشاف جروس هشوفه مايكروسكوبك زي ما كان فيه عندي سيست في الجروس نفس الكلام هشوف برضو في المايكروسكوبك سيست الجلانس سيست الجلانس الفكرة بقى هنا شوية يا شباب بيتجمع عندي شوية خلايا انفريماتوري سيلس دي ما كانش موجود خلي بالك فأعرف كده ان زي ما يكون فيه عندي انفريماتوري بيتجمع عندي شوية خلايا كده وبيبدأ عندي حدوث انفريماتوري سيلس يقولك السيرفس إبيسيليم ممكن ييجي فيه ألساريشن وجانيوريشن تشو ده ليه؟ لان حصل انفريماتوري يقولك بتكون يبقى الهامراتوري سيلس يبقى الهامراتوري ممكن تكتب كده بينقوزين ان حصل عندي انفريماتوري ده ما كانش موجود خالص في الهايبر بلاستيك بوليبس انفريماتوري عايفين انفريماتوري بيحصل ليه؟ أي سيكريشن موجودة لفترة طويلة هاصل فيها ستيزيس عندي سيستات كده فالجسم يدع يتعامل مع الوقت يعمل انفريماتوري بس ويحصل انفريكشن ماشي يعني بحفظك الكلام يعني فأذي الكلام عندنا يبقى هوا بدأنا يا شباب هامراتورماتوري بوليب بدأنا بالجوفوناير قولنا أكتر حاجة بتيجي فين في الأطفال وبتيجي فين في الريكتم وده بيبقى جين وبتيجي معاها مشاكل تانية زي البالمونري طب جروسلي بتكون خلي بالك هي تمام وكبيرة كده أنا خدت منها خدتها وأطعطها يعني أنا هنا فين؟ يعني أنا واخد السيست دي واخد وقطعها وكمان قطعها يعني اطعها من النص يعني شجتها زي البطيخة واجه بصة لها ايه شايف؟ يعني الكياس الكياس دي كان فيها ميوسين بس لما اطعها فضيت كان فيها ميوسين تمام؟ ليه؟ لأن حصل ريتنشن موجودة جوا مش بتطلع بنسمع ريتنشن اهتباس طيب مايكروسكوبية اللي اهو نفس المنظر بتاعنا اهيه شايف؟ ادي الكريبتز ادي الكريبتز بتاعتنا اهي اللي موجودة في الريكتم الكريبتز عندنا اجه بص على المنظر ادي الجيلانتز بتاعتنا ما لها الجيلانتز يا شباب؟ عبارة عن سيستيكل ضيليتة جيلانتز مليانة ميوسين وينفراماتوري ديربس مليانة ميوسين تمام؟ اهي جيلانتز كبيرة ضيليتة ليه؟ لأن الريتنشن لباك الريتنشن يعني ملهاش قناة تخرج منها فالإفرازات محبوسة جواه طيب مش باين هنا موضوع الينفراماتوري سيلز معليش صعب شوية بس نعرفه شايف فوق هنا اهو فيزياء ألثاريشن في عيه تتوقع من السطح يقول لك السيرفس إبيسيليا مش هو ألثاريشن جانيوليشن تشو طيب ليه الكلام ده؟ لأن اللامنة بروبريا فيها إديمة وفيلد وز انفراماتوري سيلز ده المنظر بتاعنا بس لو خدت ايه؟ كاتسيكشن هلقي أعمل كده شايف شوية جيلانتز وفي جيلانتز في النص حصل فيها سيستيكالي ضيليتد مفترض بقى نكبر بس مش بقى نكبر لأن الزوم قليل طيب يبقى ده شباب النوع الأول من اللي همرتمتز بوليب تمام؟ النوع الأول من اللي همرتمتز بوليب اللي هو إيه؟ اللي هو طيب تعال نخش بقى على البيتز جيجرز البيتز جيجرز برضو فيها حاجات مميزة إيه البيتز جيجرز دي عمل حاجة؟ هركز بقى multiple scattered bulips multiple يعني كطار خلي بقى لك كطار كذا bulip تمام؟ ماشي مين تاني بييجي كتير؟ خالي بقى لك شباب النومك ده برضو بيكون كطار تمام؟ يعني الزنادج بيجي واحدة بس solitary البيتز جيجرز لا بييجي كتير multiple multiple مالتبل و scattered scattered يعني ايه؟ يعني مترميين في الأ肌 T يقول لك سروع أوจ مترميين في الأ肌 T تمام؟ ومترميين والأول مرة هقول لك إنه ممكن ييجي في small intestine لا ده أكتر ما كان بيجه في small intestine. يبقى more commonly situated في small intestine. يبقى هنا بنيجي في small intestine. مش في كله. بنيجي في small intestine. في الديودانم. ده أشهر حاجة. تمام؟ طيب. إيه بقى اللي يميز البيتزي ججر مركز. مهم جدا 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 جدا. في كم معلومة بغاية الأهمية. في عندي أربع حاجات. أول حاجة melanin color around lips face and palms. دي برضو يا شباب كانها syndrome. يعني بيحصل عندي polyps وعندي شوية مشاكل أخرى. من المشاكل الأخرى اللي بتحصل إن بلاقي في melanin color. بلاقي كده في زيادة في صبغة الملانين. أعرفش المحاضرة فيها سرعة أولا لأ. بقى أول العيل ده هتلاقي في الشفاف بتاعته في لون زيادة. متلونة. متلونة ليه؟ لأن في melanin زيادة. يبقى عيل جايل لك. تمام؟ بيشتكي من واجع في بطنه. ومسلا ممكن يكون بينزل دم من بطنه بتاع. جيت أبص لقيت polyps. جيت أبص على الشفاف أو إيده. لقيت في melanin صبغة زيادة. شايف في لون ما هو؟ يبقى دي بتزي جيجرز يبقى عندي melanin colors الراوند لبس وفيس وبال. تيجي في الشفاف وفي الوش وفي البالمز. في الإيد طيب. إيه بقى المهمة جدا؟ كلمة أول مرة أقولها. كلمة أول مرة أقولها. risk of polyp cancer risk of polyp cancer ممكن تقلب بcancer. مهمة خالص جدا جدا جدا. يبقى بتزي جيجرز ليه هي risk إنها تقلب cancer. البتزي جيجر عكس الهايبر بلاستيك اللي خدناها في الأول. الهايبر بلاستيك ما تقلق دي ممكن تقلب. طيب. يقول لك فيه risk of حاجة اسمها interception. أنا عارف أنت الكلمة أول مرة تسمعانها وتخد فيه كلمة كده اسمها interception. ده مرض اسمه الانغلاف المحوي. تمام؟ مش هازل نعر نطول فيه بس سؤالي ميكانيزم كده يا شباب. أهو يا شباب. هي دي قصة interception. يسمعها تليسكوب بجو اي تي. بيبقى لوب من الانتستين دخل في اللوب اللي بعديه. شايف دخلت في اللوب اللي بعديها. شايفين دخلت جواها. قد دي مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان المكان ده بيه تسد. فيحصل فيه destruction. تمام؟ اعرفه بس كلمة وخلص. لما تيجي تأخدها وقدام لو أخدتها. يعني فطولة تتدنس في منهجنا بس تريبا انتشالت. تمام؟ لو ما أخدتهاش هتيجي وقدام في الجراحة. هيقولك ان اكتر حاجة تعمل interception هو وجود بوليب في الجائتي. البوليب ترحلنا موضوع interception ده. تمام؟ يعرفها كلمة وخلص. يبقى مرض اسمه interception. interception. تمام؟ طيب. مش كده بس بحاجة اللي أنا قلت لك هي يا سندروم. يعني مش بتيجي بس في الجائتي. فممكن ألاقي ايه؟ ممكن ألاقي cancer cancer risk of breast lungs ovary uterus. ركز وحفظهم كويس قوي. يبقى تيجي في breast وفي lung وفي ovary واليوترس. breast lung وأوبري. يبقى ما تفكرش. يقولك في عندي بوليب. البوليب دي معاها زيادة في risk of lung cancer. ايه علاقة اللانج بالموضوع يا شباب؟ ايه علاقة اللانج بالموضوع lung cancer. معناها ان في عندي سندروم. تمام؟ فإزا دي بيتزي جيجرس سندروم. يبقى حتى الان خدنا حاجتين سندرومات هون. فيه مشاكات غريبة. خدنا جيفونايل بلبوزيس وانا بيكون معابة الموناري AV malformations. تمام؟ malformations دي مش cancer. دي مش شكل تانية مش cancer. لكن اللي بيحصل معاها cancer في اماكن اخرى هو البيتزي جيجرس مهمة ومميزة. يعني عندي اربع صفات. تنساهمش. حد معايا واحفظ. عندي milanine color. around lips and face. عند بال. عندي risk of bulib cancer. عندي risk of intussusception. عندي cancer risk of breast lungs over uterus. طيب. جروس لي بقى شهزي ما قلنا فين. بتيجي اكتر حاجة في ال small intestine. طيب. يقولك often large. بتكون كبيرة برضو. وvariable. يعني مختلفة الاحجومة خبا ملطبل كطار. فبيكونوا variable مختلفين في الاحجام. وزي ما قلنا multiple وبيضانكيوليتد. وليها lubiolated contour. يعني يعني مش smooth. يعني مش عاملة كده. مش عاملة كده يا سبجة. دي عاملة كده. ليه عاملة كده. ده معنا كلمة lubiolated. تمام. بس معناها انها مش smooth. طيب. مايكروسكوب كالي. عندي حاجة مميزة. او عندي حاجة مميزة. اركز معي. يقولك بلاقي فيه arborizing network. اوف كورنيك تفتشو. بلاقي كورنيك تفتشو. اللي داخل في البوليبس دي. واخد شكل كده متفرع. arborizing. طب ايه اللي بيكون طالع عامل التفرع ده. اللي smooth muscle يا شباب. اللي smooth muscle بتاعت المسكولاريز ميوكوزة. يقولك بيحصل tree like branching of muscularis ميوكوزة. ايه المنظر الغريب ده. بالمرة نكمل. يقولك الجلانز بتاعتنا. lioned by normal. انا خليبه لك بتكلم. ما زلت بتكلم على non-neuplastic bulips. فالخلاقة بتاعتنا بتكون لسه lioned by normal epicylium. ابسيليم شكله سليم. لو ابسيليم بتاعنا شكله مس سليم. احنا كده في النوع اللي جاي. اللي هو non-neuplastic. انما هنا non-neuplastic. لسه ما عنديش اي مشاكل. لسه الخلاقة طبيعية. هو اول لي في بعض الحاجات فيها ريسك. انها تعمل كنصر. بس هي لسه نعملتش. هي لسه ما زالت طبيعية. خلي بالك. مش معنى ان قلت لك ان الخلاقة دي ريسك انها تعمل كنصر. انها فاتها تغيرات. لا. هي ريسك كده على المادة الطويلة انها ممكن تغلب. لكن حتى الان الخلاقة بتاعتنا طبيعية. الخلاقة بتاعتنا النوني وبلاستيك جميلة. تمام? ما فيقاش اي مشكلة. يبقى normal epicylium. بس ممكن نلاقي شوية hyberblasia او شوية ايه? cystic changes. طيب. طريق نشف. ماشي اهو يا شباب. عربرايزنجنيتورك. ومعنى كلام ما اردتين ليه? اهو. شايف? اللي ما انضحها قوي دي. شايف هنا? اهو. شايف يا شباب? ادي المسكولاريزم يوكوزا. دخلت. دخلت. وهي اللي عاملة عربرايزنجنيتورك ايه. بيسموها كريسماس تري اببيرانس. شايف? وادي اللي بتاع عندنا. مش سموس. ادي المنظر. نفس الكلام هنا اهيه. مسكولاريزم يوكوزا. دخلت. عاملة نيتورك. عاملة شبكة. ده اسمو كريسماس تري اببيرانس. شكل شجرة الكريسماس مهم. او اسف. تري لايك برانشنج. معلش. هتلبطت بحاجة تانية. لا اسمها ماشي. بس ما ايش كريسماس تري. معلش هتلبطت. اسمها تري لايك برانشنج. اوف مسكولاريزم يوكوزا. كريسماس تري دي حاجة تانية. بس تاخروا معايا في بعض. هيبقى تري. هو اي اشجر وخلاص. تري لايك برانشنج جاوف مسكولاريزم يوكوزا. يبقى مسكولاريزم يوكوزا دخلت عملت شكل الشجرة. تفرعات كده شايف? كأن عندي فروع واقصان. تمام? بس صعب يا شباب. يبقى لما يقول لك مين البوليب اللي بشوف فيها تري لايك برانشنج جاوف مسكولاريزم يوكوزا. تقول له البيتزي شجرز. تمام? سهلة خالص. احفظ بس الحاجات المميزة. طيب. صعب كده عام. في اي مشكلة. طيب. نخش على الانفلاماتوري. خدناها بلكت. او السودو بوليب يعني ايه بوليب سي كاذبة. قريب بتحصل فين دي قريب بتحصل مين لي مع الالسراتف كولايتس لو ساعدتك فاكر. فقال لك الانفلاماتوري بوليبس او السودو بوليبس قبير ديوتو. يقول لك ليه سببين عنتي. فيه سبب يقول لك ريبيسولايزيزيشان اوف اندر مايند الالسر. اند اوفرهنج جينج مارجنز ان انفلاماتوري باو يعني ايه الكلام ده انا زي ما قلتلك في عندي ألثر الألثراتف كولايتز كان فيها ألثر فيحصل الألثر فساعات الألثر دي لما تيجي تتعالج يحصل فيها تتالي الموضوع بقى زيادة شوية يحصل فيها زيادة شوية زيادة شوية فتلاقيها عملية بوليب بسيطة كده او ساعات يقولك يعني ساعات تكون الألثر عاملة كده في ألثر المارجنز بتاع الألثر وهو ده الأكتر المارجنز بتاعتنا بيحصل فيها إديمة وإنفلميشة وبتاع فتلاقي المارجنز عاملة كده فيديك كأن في بوليبس لأن في النص في ألثر تمام؟ لو منظر اللي خدناه فوق مش فوق هنا فوق هناك ولا فوق هنا مش فاكر هبننسى تقريبا هبننسى تقريبا أهو يا شباب قيد الألثر تفكولايتز شايف عندي ألثر في النص ويطلع بوليبس على الناحيتين هو ده الوفرهانجنج مارجنز المارجنز بتاع الألثر تطلع الفوق عاملة شكل بوليبس تمام؟ سودو بوليبس بس ده بنسميها سودو بوليبس ليه؟ لأنه مفيش انقسام في الخلايا هي خلايا ما انقسامتش الخلايا ما عملتش هايبربليزيا فاهمين الكلام ده؟ يبقى الخلايا ما فقاش هي كل الفكرة بس أن الخلايا حصل لها ليه إبسريزيشن؟ ألثر بتتعالج فالعلاج جزيادة شوية أو أوفرهانجنج مارجنز لأن الألثر نزل تحت واللي حولها طالع لفوق ديما وبتاع فسعدتك بتشوفها كأنها بوليب بس بنسميها سودو بوليب أو نسميها لأنها جامعة انفلاميشن انفلاماتوري بوليب طيب لا تنسى أن ده مستفريقونتلي مع الألثراتف كوليبس يبقى الانفلاماتوري بوليبس أو السودو بوليبس ده ممكن تحلو من الجزء ده في المحاضرة أو ممكن تحلو من الجزء اللي فوق بتاع الألثراتف كوليبس بتيجي أكتر في الألثراتف كوليبس وممكن تيجي أقل بكتير في الكورونز ديزيز هذه المنظر بتاعها شايف معذرة في عندي ألثر في النص أو حتة واطية وعن ناحيتين باين شكل أن في إيه إن في بوليبس اللي بنسميها سودو بوليبس آخر حاجة قلتلك عليها لنفويد بوليب يعني والله عند شوية لنفويد تشو من اللي موجود تحت كده في الصاب ميوكوزة زاد وانقسم فهيزوق الميوكوزة اللي فوق بس فيقول لك دي يجي معا إنفكشن كده لما يبا حد عنده إنفكشن اللي مفويد تشو بيزيد فدرياكتف هايبر بيزيا برومنانت المفويد والجيرمينال سينترز لوكيتة إنصاب ميوكوزة لوكيتة بص ما تقلش يعمل لها صورة بس لوكيتة بص في الصاب ميوكوزة هلاقي في شوية تجمعات بتعمل شكل لها بيكون تجمعات في شكل دوائر كده هتلاقيها بس زق الميوكوزة اللي فوق فعمل شكل بوليب بصعب يا شفاب بصعب كده إحنا خلصنا إنه يوبلاستيك بوليب بالله عليك وقف الحسة وقف الحسة وخد لك كده ربع ساعة إيراهم مرتين ثلاثة هتحفظهم صم ما تدخلش على اللي جاي غير ما تخلص اللي فات تمنا عشان تحفظ الكلام ما تطلق بطش أهو يبقى اللي خدنا خدنا مهمة هذه المعلومة وبيحصل معها السوتوز دا أبيرانس السوتوز دا أبيرانس بس وأهم حاجة إن ملهاش اكتب كده مش موجودة بس اكتبها بس اكتبها نو مليج ننتي بوتينشيال ما تتحولش ما قلنا فيه جوفونايل ريتينشان بوليب وفي عندي البيتز جيجرس تمام ماشي بدأنا بالجوفونايل ريتينشان بوليب بنسمها جوفونايل يعني أطفال جوفونايل يعني أطفال طب بتيجي فين دي في الريكتم طب في عندي منها نوعين ياما تيجي سبرادك يعني تيجي سوليتري لوحدها وبنسميها لتاني ياما تيجي كتير ويكون معها حاجات تانية دي تسميناها سندروميك أو اسمها جوفونايل بوليبوزز أوزز دي يعني كتير كذا بوليب تمام فده بيكون مشكلة ويكون معها بلمونري ايه في مال فورميشن هنا بتكون أكبر شوية بيكون في عندي سيست ليه سيست لأنها لتانشن شوية جلانس كوها سيكريشن ومش عارفة تفضي عنها لتانشن وتكون سفيريكل اتنين سنتيمتر وسموز سيرفس اسموز على عكس البيتس جيجر بتبقى لبيوليت طيب نفس الكلام ما قلناش حاجة مميزة في الميكروسكوبكالي غير ان فيها ايه انفراماتوري سيلز طيب وانا طبعا فيها عندي سيست ليه ما ننساهاش بعد كده البيتس جيجر قلنا سمناها دي فيها صفات كتيرة اول حاجة ملتبل ومتوزعين في الإشراقي تي اختر حاجة في الاسمول ملتبل وميلانيين كالر يبقى ملتبل وفيه ميلانيين كالر اراوند لبس فيس وبالب وعندي انكريز ريسك تمام انكريز ريسكو 없 tre حاجات 3 حاجات عندي انكريز ريسكو وفوليب كانسر عندي انكريز ريسكو ووو انتسطسيبشن عندي increase risk of breast lung over uterus cancer cancer risk of breast lung over uterus طيب والشكل بتاعها خدناه اهم حاجة في الميكروسكوب ان انا عندي three like branching of muscularism yucose بعد كده inflammatory bulips اللي بتيجي مع الالسراتف كولايت بعد كده عندي الليمفويد bulips الرياكتف هايبر بيليزيا بعد الليمفويد فوليكلز خد لك بريك تمام خد لك كده لا بلاش كده كانت مخاطئ خد لك بريك كده زي ما قلت لك واقف الحصة وذاكر الجزء اللي فوق ولا ااخد بريك هاشرب بققه مية ونكمل مع بعض انت عندكم الحصة هتكمل على طول طيب يا شباب هندخل بقى في نقرة اخرى احنا خدنا النار نيوبلاستيك بوليبس هنخش على نيوبلاستيك بوليبس نيوبلاستيك بوليبس هنا بنقول يعني اي نيوبلاستيك بوليبس بسميها أدينوما تمام نيوبليزيا طيب ايه الفرق الجوهاري بين النارن يوبلاستيك بوليب وبين النيوبلاستيك بوليب زي ما قلت لك الننيوبلاستيك بوليب خلايا نضيفة خلايا ما فيديمش مشاكل لكن هنا بقى لا اول كلمة يقولك ايه يقولك ديسبلاستيك ديسبلاستيك يعني ايه يعني خلايا غريبة هنا بقى هلده ان نشوف مناظر غريبة نيوكلية طالعة فوق نيوكلية طالعة تحت حاجات غريبة بيزوفيليا فتلاقي اول كلمة كده dis såned colonal proliferation of chronic obsylium يعني في عندي انقسام في عندي انقسام في عندي نيوبيليزيا في عندي انقسام والانقسام كمان غريب انقسام disatsächlich يبقى كلهم بيكون فيهم degrees of dys parti يبقى اول ما اقولك كلمة نيوبيليز بولي بقى اقولك ادينومة في زجوايتي تعرف ان فيها ديس بليزيا. ديس بليزيا. فيها على طول سامسورت ووف ديس بليزيا. تمام? طيب. يبقى ديس بلاستيك كلونيك يعني خلايا بتنقسم. اوف كولونيك ابيسيليم. كلونيك. كلونيك يعني خلايا كلها يعني خلايا كلها من قسمة من نفس الارجن كده. كلونيك جان من الكولون. تمام? طيب. فيقول لك في عندي كونفنشنال ادنوما طايبس. افصل كده. ده مش بقع التعريف يعني ده ده عنوان تاني. او. انا بغتفوشوكم دلوقتي. انا بنفوخ من الزاق يعني. معرفش النفخة تجيب ودنا كده ناسف. تمام? فعندي كونفنشنال ادنوما طايبس. تمام? يعني افصل عن التعريف. طيب. فقال لك والله في عندي ثلاثة انواع من الادنوما. في عندي حاجة اسمها تيوبيولر. ده المستكومن. في عندي حاجة اسمها الفيلس. في عندي حاجة اسمها تيوبيولو فيلس. تيوبيولر. يعني الموضوع من شكل تيوبيولز. هتلاقي خلايا او الادنوما بتاعتنا. تمام? فيها شوية تيوبيولز كده. شوية تيوبيولز. تمام? شوية بالطول. شوية بينه دوائر. لكن فيلس يعني ايه? لا. في عندي فيللاي. فيلس. مع فيلس يعني فيللاي. اول اتنين مع بعض. الاقي شوية فيللاي. شوية فيللاي. وتحت في عندي شوية تيوبيولز. فعندي ثلاثة انواع من الادنوما. عندي تيوبيولر. وعندي فيلس. وعندي تيوبيولوفيللس. لكزوا ما اتتوهش. لكزوا ما اتتوهش. بتلك كيفصل عن اللي فات. خلاص. عندي تيوبيولر. عندي فيل وفي منها هاي جريد وساعدتك فاكر قبل كده هاي جريد ديسبلازيا والهاي جريد ديسبلازيا من يكونه اخطر طبعا الهاي جريد دي باعتبارها قنبلة موقوطة ده كانسر بس انسايتو يعني ايه يعني ده عبارة عن سرطان بس لسه لم يخترق البيزمينت ميبرين طبعا مش سميه كانسر تمام بس انا بقولك قصد بسميه كارسونومة انسايتو عبارة عن كانسر بس لسه مخترقش البيزمينت ميبرين لو اخترق هيتحول لكانسر فاللو جريد ديسبلازيا طبعا ده كله كده على بعضيه بري كيرسور تو انفيزف كولوريتا الكارسونومة يبقى العدينومة ستي كلها اني وبلسطيك بوليبس كلها ممكن تؤدي الى كولوريتا الكانسر طيب بس الكانسر ده مش هيجي في يوم ويقولك ده سلو جروينج يعني بيجي على مدار الاياب ممكن يستهلك من 10 ل 20 سنة ده مش هيجي في يوم وليه اللي هيجي بعد 10 ل 20 سنة طيب يقولك السيط بتاعنا موز تلي باشوفها في الليفت يقولون لسه انها تيجي في الركني يعني بتيجي غالبا ناحية الشمال ناحية الشمال يعني هنا يا شباب ناحية دي ناحية الشمال الليفت يقولون ممكن تيجي في ال Pieps ممكن تيجي في السجموية ده الشمال الشمال لو هبص من ناحيته طيب لو يعني كأنك هتحظد انها في بطنك انت ففي بطنك انت ده الشمال وقعدته مني تمام وقال لنها ممكن تيجي في الريك طيب ماشي هنحفظها ما كان معلش طيب ماشي السينتومز بتاعتنا ايه يقولك والله بيحصل زي اللي بقى ايه ناشي قلنا بيجو ايه اما اسنتوماتيك ما لقومش اعراض او بيحصل بليدنج نزيف واحد عنده بوليبس موجودة في الجا اي تي هتيجي في صورة نزيف ممكن البوليب دي تنفصل تعمل نزيف او ممكن يحصل تشانج انبول هابتس يعني الشخص ده يبدأ يجيله امساك يجيله اسهال ده معنى كلمة تشانج انبول هابت فيه تغيرات في العدد بتاعته او ممكن تعمل زي ما قولتلك انتساسيبشن هتاخد بعد كده ان اكتر حاجة تعمل انتساسيبشن هي وجود بوليب في جا اي تي حاجة طلعاية في النص عميلي انتساسيبشن طيب يبقى ده الاعراض طب جروسلي بشوف ايه يقلك موستلي بيبقى أقل من واحد سنتي وييجو ياما سسايل هي ام بطنكيوليتد وسنجل اور مالتبول ما عندش حاجة مميزة تمام بتيجي على كل لون اهل من واحد سنتي سسايل تيجي بطنكيوليتد تيجي سنجل تيجي مالتبول تيجي فاذا ما عندش حاجة مميزة طيب يبقى ده جروسلي تعالي بقى ميكروسكوبي لا اهنا هنتميز بقى تعالي ميكروسكوبي هلي بقى ايه فقرة صغيرة بس ركز معي كويس حتى دي شوية صعب بركز معي كويس ميكولوسكوب كلي في عندي حاجتين بركز على أول حاجة عندي بوليبويد كولونيك أنا قلتلك في عندي بوليب فالكولونيك ميوكوزا الميوكوزا اللي كانت ماشية يا جميلة دي مرة واحدة طلع منها إيه طلع منها بوليب طلع عندي بوليب يبقى فورمد أوف برانشينج ميوكوزا الجلانز الجلانز قعدت تنقسم وتتفرع وعملت بوليب أهم حاجة لاين دي باي إيه بقى قلتلك من شوية الخلايا تاخد شكل بيزوفيليك هوليك بعد شوية صورة جميلة قوي فالخلايا تدي بيزوفيليك أبيرانز ألاقي خلايا الطبعية هنا شوية أسلوفيليك واللي فوق هنا إزرق شوية قلب بيزوفيليك أبيرانز يقولك يعني هلقى عندي شوية جلانز كده شوية جلانز لاين دي باي ديزبلاستيك لو كبرنا هدا لي بيصير يعني بتاعنا ديزبلاستيك وهنشوف بعد شوية ديزبلاستيك إزاي يعني فيه اتيبيا ديزبليزيا يعني فيه اتيبيا يعني خلايا بتكون غير طبيعية فيها اتيبيا شايفوا يتقولك اهي اتي يعني خلايا غير طبيعية الخلايا يوقده شكل غريب شوية دا أسمه اتيبيا أو ديزبلاستيك نفس المعنى تمام وهلاقي سنتراوند بتاحها شوية استرومة كده و شوية اسكادرة مشاげ البندل اللي هي الكور بتاعة البوليب تمام فاهم الكلام ده يبقى انا عندي دلوقتي شوية جيلانس ايه اللي ممسك الجيلانس دي في بعض ايه اللي مخليها منتخذ الشكل ده ان في عندي فنوس شوية سترومة كده شوية حشوة وسموس مصل بان دل ماشي كلام يعني عادي كلام مش مهمة قوي يعني يمكن اهم كلمة بس حتة الايه البيزوفيليك أبيرانس دي وانا في عندي ديس بلاستيك إبسيليا يبقى هي بوليبويد كلونيك ميوكوزا ما عندش اي مشكلة الميوكوزا بتاعتنا عملت بوليبويدة أبيرانس كانت طلعت لبره عملت بروز البروز ده مليان برانش البيوكوزا الجيلاند ليند باي البيسيليا من لجوه ده بيكون ديس بلاستيك إبسيليا اللي بيكون ليند بتاع الجيلاند من جوه دلوقتي هورهولك ومدي بيزوفيليك أبيرانس هلاقي المنظر كله على بعضيه بيزوفيليك طيب بنركز بقى على الاتيبيا جريدينج بقى هنيجي نبص على الجيلاندس دي الجيلاندس دي وناخدها ونكبرها ونبص عليها هنلاقي جيلاندس الجيلاندس زي ما وقتلك جواها أو ليند باي ايه خلايا إبسيليا هاجه أبص بقى على الخلايا دي هبص على صفاتها وصفاتها هيا اللي هتحددلي الاتيبيا جريدينج يعني هي الاتيبيا جريدينج يعني هالة ديس بليزيا اللي عندي دي لو جريد ديس بليزيا ديسبليزيا ولا هاي جريد ديسبليزيا لو جريد ديسبليزيا بلاقي الابيسيليان سيلس بلاقي الابيسيليان سيلس with enlarged pseudo-stratified hyperchromatic elongated nuclei يعني ايه كلام غريب ده واحدة واحدة enlarged نيوكلياي كبرت pseudo-stratified يعني ايه pseudo-stratified انا هلاقي خلاجة من بعض هلاقي خلاجة من بعض يعني نيوكلياي هلاقي نيوكلياي بتاعتي عاملة كده مبدأين هي بتكبر نيوكلياي بسأل ايه عاملة كده يعني ايه عاملة كده يعني نيوكلياي مرة تيجي فوق ومرة تيجي تحت ده معنى كلمة pseudo-stratification فانا ممكن اتخيل ان انا في عندي طبقات كتيرة ان الخلايا لا هي طبقة واحدة بس بس يعني نيوكلياي مرة تيجي فوق ومرة تيجي تحت فهمنا يبقى enlarged نيوكلياي كبرت pseudo-stratified واغلت طبقات hyperchromatic هلاقيها غمقة elongated هلاقيها مطولة شوية كده مطولة شوية مش مدورة مطولة شوية دلوقتي هروريك المنظر بالزر يقول لك هنا لتند ميوسين جاية بمعنى معلش ان الميوسين بيقل شوية بالكلام بتاع المحاضرات فالتند ميوسين هنا مش معنى ان هو تحبس لا معنى ان هو بيقل شوية الميوسين بيقل يبقى خليبقى لك في اللو جريد ديسبليزيا الميوسين بيقل شوية تمام يكتب كده دي كريز ميوسين طيب ليه بيقل لان في الهاي جريد ديسبليزيا الميوسين بيختفي اللي بالك الخلايا بدأت تقلب على خلايا غير طبيعية الخلايا دخلة في سكة الاتيبية فموضوع الميوسين ده هيقل خلاص الخلايا هتفقد الوظيفة الطبيعية ليها اجي بقى في الهاي جريد ديسبليزيا يقول لك ايه abnormal glandular architecture لا انت هتلاقي architecture معنىها البناء بتاع الخلايا فالخلايا هتلاقيها بقى شكلها تغير ايه في ترتبها يما هتلاقيها back to back يعني هتلاقيهم ملزقين في بعض هتلاقي خلايا عاملة كده تقريبا طالعين من نفس المكان تحسنون ما عاملين كده تمام ملزقين في بعض back to back او يعملوا حاجة اسمها cerebral form cerebral form يعني كلهم ملزقين في بعض وحس تكن المكان ايه مخرر عامل زي الشبكة glans ملزقة في بعض وفي عندي خروم في النص عاملة زي الشبكة تمام او regular budding ساعات تلاقي glans عملت كده عملت budding او ممكن الbudding ده يجي لجوه بس او مش كاتبلك بس يعمل ايه يجي بالعكس كيان في عندي enfolding لجوه تمام طي والglans بتاعتنا نفس الكلام line by multiple layers of cells with نفس الكلام برضو enlarged لاكس بقى enlarged hyperchromatic nuclei with bromelan anti nucleurus شايف هنا هنا كان pseudo stratified يعني كان طبقة واحدة بس بس انا كذبا بشوفها ايه كذا طبقة بشباب ترتيبين لكن هنا بقى لا هنا stratification هنا حصل multiple layers of cells يبقى تاني هنا شباب الانوية بتاعتنا enlarged وهنا برضو enlarged hyperchromatic hyperchromatic تمام هنا nucleolus بتكون اوضح لنديو انصفات ال انصفات ال انصفات ال disblasia تمام طيب هنا بيكون فيه الفرق بقى pseudo stratification يعني ايه الخلايا بتبانلي pseudo يعني ده شكل كاذب ان فيه طبقات لكن هنا فعلا فيه stratification في multiple layers of cells with enlarged hyperchromatic nuclei with bromelain nucleolus تمام وفي عندي lose of myocene لكن هنا كان فيه عندي الميوسين بيقل شوية تبتعا نشوف المنظر ده بالصور نثبته مع بعض هذه الفرق يا شباب بين tyobular وبين villas اهو منظر واضح وينفي عندي في اللاي لكن هنا شوية tyobules كده tyobules لما اخد فيها قط او من جوة تديني المنظر ده tyobules طيب اللي هي الخلايا اللي جوة دي ماشي نفس الكرام اللي قلنا قادي عندنا low grade dysplasia وقادي high grade dysplasia ركز ركز كده شايف هنا انت ممكن تبص تحس ان هما طبقات كتيرة تحس ان في طبقات لكن هما مش طبقات لا هي هما خليتين جمع بعض بس مرة نيوكلواي جد تحت ومرة نيوكلواي جد فين جد فوق بس يا عم قادي الموضوع كل عشان كامل تسميه pseudostrophytogen الخلايا تحس ان هي ايه تحس ان الخلايا غمقى المفترض خلايا الكلون الطبيعية بتكون افتح من كده شايف المفترض خلايا الكلون الطبيعية بتكون افتح من كده شايف الصورة دي شايف دي ركز على المنظر ده تسيبك من نوحة لو تحكلم عنه وتركز على المنظر ده شايف هنا ادي الخلايا الطبيعية الكلون اه تحس ان هي ايه اسيدوفيليك في الادينومة تحس ان الخلايا غمقت نخلنا في شكل بيزوفيليك شايف ركز معاي نخلنا في شكل بيزوفيليك الموضوع غمق فهو ده منظر البيزوفيليك فهمت القصة دي يبا هي دي قصة اللي خدناها اقولنا ايه ديس بلاستيك ابيسيليم مديني بيزوفيليك أبيرانس او مش بقولك كلام بنأنلفه لأ قدامك اهو اهو الادينومة جواها الشكل اغمق من هنا بيزوفيليك طيب هنا عندي سويدو ستورتيفيكيشن لكن هنا شايف هنا لا هنا هاي افعلا طبقات كتيرة بالفعل في عندي خلية اتنين لا كسر طبقات كتيرة وتحس هنا ايه هنا الباكتوباك أبيرانس شايف في جلاند لزقة في جلاند تاني اهي طيبا ملزقين في بعض دي معيدة شوية لكن دولة شايف دولة الاتنين ملزقين في بعض ملزقين في بعض فيش حاجة فاصلة فده اسمه باكتوباك أبيرانس شايف هنا ده زي موضوع البودنج بس الجوه انفولدنج الجوه كده مفترض البودنج يبقى البره طيب عاملة كده بس هنا الجوه قادل منظر بتاعي صعب يا شباب يبقى مهم جدا 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 أعلى في الفرقات ما بين اللو جريت ديس بيليزيا والهاي جريت ديس بيليزيا اللو جريت ديس بيليزيا مهمة الكلمة دي هايبر كروماتيك ده اللي قلق لك أن الهاي جريت ديس بيليزيا ده ابنورمل اول حاجة الاركتيكتشار نفسه ترتيب الخلايا هيبقى غريب يقول لك يا تاخد شكل باك تو باك أو ممكن تاخد شكل سريبري فورم أو حاجة اسمها الريجو در بودنج ترتيب الجلانس ترتيب الجلانس هيبقى غريب والخلايا بقى الجلانس دي نفسها هلاقيها لايين دي باي مالتبول لير لا هنا مش سودو هنا فعلا في عندي مالتبول لير واني يطلعي داعت نفس الكلام انلارجد هايبر كروماتيك نيوكلياي واسبرومانت نيوكليولاس وفيه لوس اوف ميوسين طيب صعب يا شباب يبقى دي المنظر بتاعنا تمام في اي مشكلة يبقى بيختلف حسب انواع الديس بيليزي طيب انا قلت يا شباب هنا بتكلم بشكل عام على فكرة هنا بتكلم على بشكل عام انا قلت لك في الاول في منهم كام نوع ماتتوخش مني في ثلاث انواع تيوبيولر وفيللس وتيوبيولو فيللس هنا انا اتكلمت بشكل عام يعني ذكرت الموضوع بشكل عام مولت لكش تيوبيولر ولا فيللس ولا اي حاج انا قلت لك بشكل عام الجلانز بيكون عاملة ازاي ده مثلا منظر تيوبيولر اهو تعال بقى نتعمق في الانواع شوية انا مش موجود عندك في الكتاب معلش تزوده الاسطايد دي واللي جاية واللي جاية مش موجودين في الكتاب هنزودهم تمام اللي هما دول فيقولك في عندي تيوبيولر أدينوما وفي عندي فيلس أدينوما وفي عندي تيوبيولو فيلو نفس الكلام نفس الكلام بس هي الفكرة الأشكال تيوبيولر يعني بتكون تيوبيولر دي جروسلي شايفين حاجة سمول كده بيدانكيوليتد شايف هنا الجلانز تمام بيكون قربة بعض كده تمام ودي في عندي يا شباب تيوبيولز اهو شكل تيوبيولز اهو بس دليل من بعيد كده ان الخلايا هنا بقيت بيزوفيلك بيزوفيلك زياد البيزوفيلك ده دليل انها حصل لو كبرت خالص بقى هشوف المناظر اللي فوق دي انكي عندي صفات من صفات الديسبيليزي اهم حاجة يعني سميناها تيوبيولر ليه لانها بتكون مينلي كلها تيقولك الفيلس اقل من 25% يعني ممكن الاقي شوية تمام حاجة زي كده مثلا بس اهو ادي في اللاي بس اقليها خالص لا هي مينلي تيوبيولر تيوبيولز كده مش فيلس يعني شكا سميناها تيوبيولر ادنوم يبقى بتيجي بشكل سمول بدانكيوليتد كلوزلي باكت ريجولر برانش التيوبيولز يعني شوية التيوبيولز عندي بتكون ملمومة على بعض كده كلوزلي باكت وريجولر منتزمة بس لايين دويس ديس بلاستيكي بسيليم والفيلس كنبورة انت عندي قليل بعد كده عندي الفيلس ادنومة الجروس مايكروسكوبك فيلس ادنومة الفيلس بقى لقمي بقى عندي يا شباب بقى عندي بريجيكشن خالص شكل تاني شايف هنا ده شكل مختلف في اللاي نتوءات طلعة في عندي في النص فينجر لايك برويجيكشن صابع طلعة في عندي كور محاطة شايف سيفير بيزوفيليك بيزوفيليك جامع فتلاحظ في حاجة لو انت عين لماح مش تلاحظ هنا ان البيزوفيليسيتي او البيزوفيليك زاد بتعسس ان الليور غمق شوية طبع لما البيزوفيليك يزيد معناها ان ايه معناها ان الديسبيلاستيك ابيسيلي همزاد خلي بالك الديسبيليزيا زادت معناها ان الموضوع بها اخطر بها اخطر ان كل ما الديسبيليزيا هتزيد كل ما الريسكو في كنسر هتزيد يبقى لما اقول لك بعد شوية ان الفيلاس طيب الفيلاس اخطر من التيوبيلر طيب هاتيك فهمت بالمنظر قدامك هاو شايف هنا هاي فكان هنا دخلت بقيت غمقها اوي سيفير بيزوفيليك تمام بعد شوية هقول لك ان نبزو فيلك الكتير ده تمام او الفيلاس طيب ده بيخليني اكتر عرضة ان يحصل لي كنسر طيب هتيجي بعد شوية يبقى نفس الكلام ابيسيليا فينجر لايك برويجيكشن فورمد اوف عندي في النص فايبر وفاسكولار كور ليند باي ديس بلاستيك ابيسيليا تمام وهنا بقى سمينا الفيلاس طيب ليه عشان بيكون اكتر من 75% كله متخص شكل الفيلاس قد المنظر بتاعها باجه اشوفها بلاقي في عندي يا شباب فيلاي فيلاي نتوءات طلعة صابع طلعة ده المنظر بتاعها بالعرض شايف بالعرض عشان يوريك جميلة السيكشن ده يوريك ان هي ايه صابع طلعة كده يبقى دي الفيلاس طيب وعندي التالت تيوبيول و فيلاس الاتنين مع بعض بقى يقولك ان في النص من 25 ل 75 هتلاقي في عندك فيلاي وفي عندك كمان ايه تيوبيول يبقى تاني يبقى عندي تيوبيولر وعندي تيوبيول و فيلاس وعندي فيلاس التيوبيولر بيكون اقل من 25% فيلاس الفيلاس قليل الفيلاي قليلة طب تيوبيول و فيلاس من 25 بغيات 75 طب اكتر من 75 الفيلاس تمام اكتب معلشة عندك في الكتاب هجيب لك كده كل واحد شوية وبص عليه اهو هجيب اقول لك كل الصيدة ووقف عليها ووقف عليها وكتب عندك في الكتاب اهو مش صعب على فكرة ممكن اهم حاجة الارقام بس ما تخافش تمام السرعة العامة اللي خدناها فوق بس يعني هيسألك لو سألك هيسألك في دول لكن دول هيسألك مني في الارقام يبقى عندك تيوبيولر ووقف وكتب كده عندك فيلاس ده عندك تيوبيولو فيلاس صعب يا شباب اه اخر كلمة بقى اخر كلمة مهمة جدا 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 متوصف المحاضرة عليها سؤال المتحان تمام طيب العوامل اللي بتلفت نظري او تشير الى حدوث كارسنومة بنسبة اكتر مبدأي انه قلتلك كلهم ممكن يجي معهم كارسنومة بس هكيم مش بنفس المعدل اكيد في عوامل لو لقيتها موجودة تنم انه يصل لكارسنومة بنسبة اكتر تمام طيب فايه الموضوع اللي عندي عندي تلات حاجات اول حاجة طبعا presence of high grade ديسبلازيا كلما الديسبلازيا كانت high grade كلما كان اكتر ان الموضوع يتحول لكارسنومة تمام تاني حاجة قلتلك ايه الفيلس اركتكش فانا قلتلك الفيلس لسه ايه لك بيبقى شكل بيزوفيلك اكتر في ديسبلازيا اعلى فكلما كان الموضوع الفيلس الفيلس اركتكش هو اللي اخطر يبقى لما يقول لك ايه الموست دينجرس طيب اللي بيحصل معاه اللي بيحصل معاه cancer development فيه الادينومة تقول له مين الفيلس اركتكش لما تاخد شكل الفيلس ايه ده اللي يخوفني طيب ولو لقيت الصيز اوف ادينومة مور زان وان سنتيميتر مهمين جدا 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 يبقى واحدة يبقى اتنين مايكروسكوبك واحدة جروس الاتنين واحدة في شكل الخلايا واحدة في ترتيب الخلايا يبقى شكل الجلانز ان يكون فيه شكل الخلايا نفسها high grade dysblasia ان الخلايا يكون فيها dysblasia ترتيب الجلانز او شكلها يكون فيلس والحاجة التالتة جروسلي ان يكون الحجم اكتر من سنتي مهمين جدا 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 يبقى يقول لك all of these is features indicate high risk of carcinoma development except يقول لك في النص مثلا يعتبر لك دولة وفي النص يقول لك ايه to yubal architecture يقول لك great dysblasia يبقى دي الغلطة فاهمنا طيب بعد كده عندي نوع ما استخبه كده اسمه serrated adenoma تمامك ان بيه خلاص في حاجة اسبه يعني انا بتكلم اللي زكرته هنا لان انا ما تتوهش مني انا بتكلم على ال new plastic polyps وقلت لك اسموهم adenomas فاخدنا مين خدنا النوع بشكل عام انا اخدنا الكلام بشكل عام بقى كده اسمتهم لك قلت لك فيه villas وتيوبيولر وتيوبيولو villas خد بقى لك most common هو tubular most common هو tubular most dangerous مين الفيلس ركز ففاصيل اسللة انتحنات دي يبقى اشهر حاجة tubular لكن الاخطر الفيلس ان الفيلس هي اللي بتقلب طيب عندي بقى ان بيه كده حاجة سغيرة نعرف حانا كلمتين وخلاص في عندي حاجة سبقى serrated ليه serrated معناها مشارشرة مين خدنا من شوية مشارشرة مش خدنا السوتوس بس الهايبر بلاستيك بوليب جيت عندها وقلت لك no risk of malignancy في بقى حاجة اسمها adenoma serrated او serrated adenoma دي بتكون nyoblastik يعني الخلايا بيكون شكلها غريب خلي بالك في الهايبر بلاستيك بوليب الخلايا بيكون شكلها نظيف هنا شبهها بالزبط hyperplastic وبوليب برضو بس الخلايا شكلها معفر شكلها في disbalasia عشان كده سمتها serrated adenoma وهذا نفس الشكل برضو يختلف بقى ان دي ليها ايه ليها risk of malignancy فهمت فهي كده لو عايز تفهم هي آز hyperplastic bulips بس فيها disbalasia بالتالي اعتبرتها nyoblastik وسمتها adenoma وطبعا ليها risk of malignancy صعب يا شباب صعب معلش وقف الحصة لغاية هنا تمام وذاكر كويس خالص تاني هو مش كطور هي صفحة بالزبط نص ونص ذاكر تاني جزء بتاع الجزء بتاع nyoblastik bulips او الادenoma يوقتان يا شباب احنا خدنا non nyoblastik bulips تكلمنا عنهم خدناهم بالتفصيل بعدين دخلنا على nyoblastik bulips الادenomas هنتكلم بقى على sindrome دلوقتي حاجة اسمها familial syndromes حاجة اسمها familial adenomatis bulibuses هنتكلم ودي مشكلة جينية هنتكلم عنها واخر حاجة هنتكلم بقى في الجزء تاني في المحاضرة يعني هنزل الفيديو ده وقالي ساعة شاء الفيديو طول وهننزل جزء تاني هنتكلم على colorectal carcinoma طيب يبقى تعالوا نشوف مع بعض familial syndromes طيب يا شباب هنتكلم على حاجة اسمها زي ما قلتلك familial syndromes طيب اسمه familial adenomatis bulibuses طيب اذا ما قلت bulibuses معناها ان عندي كتير bulibuses دي معناها ان في كتير في كتير في كتير في كذا bulib طيب ده بيحصل ليه دي مشكلة وراثية بيقولك familial اللي هتيجي في العائلات بيحصل ايه بيحصل mutation يا شباب mutation معناها طفرة في كروموزوم خمسة بيقولك q 21 عرف معناه ايه الكلام ده ولا نتعرفوش لما قلك 5 q t 1 d 5 ده رقم الكروموزوم يبقى على الكروموزوم الكام الخامس الكيو دي الكروموزوم يا شباب الكروموزوم يا شباب الكروموزوم ما بيكون لي بينقسم الى arms اللي فيه long arm وفيه شرطة arm والarms بتنقسم الى regions والregions بتنقسم الى bands تمام فعندي arms regions bands arms regions bands فهو الكروموزوم رقم خمسة ده ممكن تحفظها والسلام بفهمك عشان بس من باش عندناه وخلاص كروموزوم رقم خمسة q دي معناها long arm long arm والشرطة arm بيه ده long arm q معناها region 2 band 1 يبقى 5 q 2 1 دي معناها كروموزوم الخامس كروموزوم الخامس long arm بعد كده 2 region 2 band 1 ده لك انت بس من قدل الفهم لو متعرفش الكلام ده يبقى كروموزوم الخامس تمام طب اسمه ايه بنسميه ABC gene adenomatis bleibosis coli adenomatis bleibosis coli gene طيب بيحصلها يا شباب بقولك والله هو مرض بيكون autosomal dominant نفس القصة اللي خدناها يبقى خدنا مرضين النهارده autosomal dominant خلي بالك طيب فده autosomal dominant يعني ايه يعني محتاج نسخة واحدة بس عشان يجيلي المرض autosomal dominant والمشكلة ان المرض ده بيكمل بقى adenoma carcinoma sequence يعني بيحول لي الادenoma دي هتتحول مع الوقت لكرسونoma طيب هتتحول بنسبة كم في المية يا شباب هتتحول بنسبة مية في المية يبقى كل اللي فات انا بقولك ايه الحاجات دي كلها بتزود risk of carcinoma يعني ممكن تتحول لcarcinoma وتتحول على مدار 10-20 سنة وقالة تحولت ما تحولتش لكن ده بيتحول بنسبة مية في المية عشان كده خدناها كدنا syndrome لوحدها ده مش قصة بسيط لا ده مشكلة كبيرة ده مرض بيحصل وراسي تمام والإنسان بينزل عنده مشكلة في الجينات طيب نريم على الوقت كده يتخولون بتاعها وبدأ يكون بوليبس وعلى فكرة يبكتشف في الصدفة فنيجي نبص جروس لنلاقي بقى نلاقي البول بتاعنا استضد يعني مليان محشي مليان بوليبس مليان بوليبس بوليبس ان اللي فوق بوليبس ان اللي فوق أدينومة تمام بوليبس ان اللي فوق ممكن تيجي فيلس أو تيوبيلر بس المشكلة انها كتيرة بوليبس كتيرة بالهبل كتيرة قوي يا شباب وما قلت لك بييجو هنا سنجل قول مالط لا هنا بتيجي مالط بقى بوليبس بالهبل بتيجي كتيرة قوي يقول لك رانجينج فروم مش بالهبل يعني يعني ممكن تعد المية ده معنا بيكلمة بالهبل يعني في الآخر في قولون مش حبات رمل هاي فكتيرة قوي تعدي المية يعني في منها بيكون ماس كبيرة وأحيانا ممكن يكون ثلاث أو دي بريست وأحيانا ممكن يبقى حاجة ثلاث كده أو ممكن يبقى حاجة دي بريست بس ماشي فيقول لك يبقى بيختلف من ثلاث أو دي بريست ممكن يبقى أصدقى ان يكون دي بريشن جوه دي بريشن ما علي طيب مايكروسكوبك اللي يبقى نفس الكلام هي Multiple Neoblastic Adenomatous Polyps يعني هو عبارة عن الحاجات اللي فوق دي عشان ماتتوش مني هو عبارة عن Adenosis Adenomas Neoblastic Adenomas بس Multiple بقى Multiple كتيرة طيب عشان كده جده في المايكروسكوب ما ذكرناش تاني ما احنا قلناها فوق ذكرناها فوق يا إما Velous يا إما Tubular نفس الكلام اللي قلناه طيب ايه بقى ال Types اللي عندي؟ قالك والله لكن معاك كويس قوي في عندي Classic Type هو ده اللي احنا نتكلم عنه حتى الآن يعني Classic Type اللي انا اتكلمت عنه ده ده بيكون Number of Polyps 100 او اكتر طيب يقولك ممكن ييجي في اي حتى في JT ممكن ييجي في الاستومك ممكن ييجي او آسف ممكن ييجي في اجزاء تانية في JT زي الاستومك او زي الاستومك او زي الاستمول انتستن مش بس في اللارج انتستن يبقى ينفع ييجي في الاستومك ويجي في الاستمول انتستن احنا خدنا فوق انهم خلنوا بيجوا اكتر في الليفتو كولن وفي الريكتام لا ده ممكن يخش على الاستومك ويخش على اسمول انتستن طيب ماشي اهم كلمة بقى يا شباب اهم كلمة الفاميليال ادنومتاس بلوبوسيس ده 100% risk of cancer الوقت ده هيجي له cancer مفيهش كلام خلصت تمام مفيهش حل يعني مفيهش احتمالات 100% سؤال الامتحان ده وبيتسئل في الجراح 100% risk of cancer طيب الفكرة بقى ان الكنسر ده الطبيعي ان يا شباب اللي يجي له كانسر ده واحد كبير في السن واحد في السمعانات واحد في التماغي واحد كبير في السن لكن هنا الكنسر بييجي بدري الاقي شاب صغير التلاتينات وجاله cancer فيقولك الحالات اللي معلكتهاش بيجي لها cancer 20 سنة بدري عن الكنسر الطبيعي هنشرع الكنسر في الجزء الجاي هنا الكنسر بيجي اهو هيقولك ايه ان السن بتاعنا بيجي فينا يا شباب بيجي في 62 سنة بيجي ببار السن بس احيانا ان ييجي في ايه في younger ages امتى فاميليالبلوبوسيس كولاي يبقى يجي في السن الصغير لو واحد عنده السندروم دي يبدأ يجي 20 سنة بدري طب ازاي لان في عندي مشكلة المشكلة بدأ من بدري في الجينات فده النوع الرئيسي بتاعنا طب ده حلو ايه ده حلو ايه ملاش حل لازم القولوني تشال ملاش حل لازم القولوني تشال يبقى لازم اعمل بس واشيله بدري كمان اول ما اكتشفها اشيل القولون لي ايه لانه ما في المياه اللي بمعنديش حل لازم هيقلب سرطان صعبة؟ ربنا يعطينا ويعافيكم يعني وللأسف ممكن يبقى ناس عايشين وسطينة عندهم من خلال انهم مش عارفين ومشعارفين لست متشخصوش لسه متشخصوش تمام؟ باجي في اخر الحس اتدفصل احنا طيب فده الموضوع بتاعنا يبقى فاميريال أدينوموتاس بوليبوزس او يسموه فاميريال بوليبوزس كولاي نفس القص هتلاقي كزا اسم كده فاب او فبسي فاميريال أدينوموتاس بوليبوزس او فاميريال أدينوزس كولاي طيب او فاميريال البوليبوزيس كولاي. قاسف صعب. يبقى ده النوع الرئيسي بتاعنا اللي بتكلم عنه. اهو. المنظر بتاعنا بيكون شايف يا شباب? شايف? اهي. بوليبسي كتير شايف? كتير قوي. كتير قوي. هنا معديني مية كمان. اهي. ده اسمه فاميليا البوليبوزيس كولاي. وتلاقي شكل البوليبس عندنا عادي بقى. في عندك تيوبيلر. في عندك تيوبيلر اهي. في عندك شوية فيلس. اي حاجة هتشوفها عادي. مش بتكلم عن نوع. او مش بتكلم عن ميكروسكوبكة يعني. في عندي بقى نوع تانية. معلش هنحفظهم. فيهم حفظ رخم. انا اسف. تمام? في نوع اسمه. انا بتكلم عن الكلاسك. في نوع اسمه اتنيويدد. دي معناها ضعيف شوية. كلمة اتنيويدد دي. هقولك انه معناها ضعيف. يعني اي ضعيف? يعني هلاقي في يور بوليبس حوالي تلاتين. وبييجي في البروكسي مالكولون. تمام? وزي ما الف بوليبس قليلة. فنزبط حدوث الكنسر قليلة. فاللاي في طايم ريسكو اوف كنسر خمسين في المية. يعني معلش مهم جدا. يعني نزبط الحدوث. انا هقولهم رحشة ما نطولش. واستحفظهم كويس. تمام? بعد كده. عندي حاجة اسمها الجاردنر. ايه الجاندر سندروم دي? زي ما قلتلك سندروم متلازمة. يعني هلاقي في عندي بوليبوزز. وهلاقي عندي مشاكل تارية في الجسم. فالجاردنر سندروم بيحصل معاها مالتبل. ما قلتش هنمشي عشان ده خلام حفظ. مش هينفعه ده اقول لك بقى كل تيومر عبارة عن ايه? بييجي مالتبل استيومس في اللسكال. بلاقي فيه او رام في العظم. استيومس. يعني مشاكل طالع من العظم. استيومة دي. ياما في اللسكال. في الجنجومة. ياما في الماندبل. في الفك. او في اللونج بودز. او ممكن الاقي حاجة بتيجي في الجلد. اسمها ابيديرمال سيست. سيست بتيجي في الجلد. او فيبروماتوزز. ده تيومر بييجي في الفيبروماتوزز. بك ده حاجة طالعة. شبه الفيبروبلاست. او ممكن تيجي من العضلات. الفيبروميوبلاست. اعرفها بس. كاسم. فيبروماتوزز. وبيكون عندي ريسك اوف ديودينال اند سيرويد كنسر. معلش احفظه مهمين جدا. انا هيقول لك في الامتحان. واحد عنده بوليبس كتيرة. وعنده شوية استيوماز ومشعر. يبقى عنده ايه. اسمها جاردنر سيندروم. احفظهم معلش. هم حفظ. معلش. لان مش هينفقى احطا شرح لك بقى ايه تركيب الفيبروماتوز. ايه تركيب الابيديرمال سيست. مش وقتها. مش هينفقى. هندور في الحصة اوي. يبقى ملطب الاستيوماز في السكال. مندبل. لونج بونز. ابيديرمال سيست. فايبروماتوزز. وريسك ايه تركيب الابيديرمال اندوس هيرودي كنسر. طبعا عندي حاجة تالتة اسمها تيركوتس اندروم. تيركوتس نفس القصة برضو. بيكون عندي البوليبس كتيرة زي فوق كده. تمام. بيكون فيه كولونيك بوليبوزيس نفس القصة اللي قلناها. بس انا بقى الزيادة بيكون عندي سين نس تيومرز. او مرة اقول لك او تيومرز في السين نس. زي حاجة اسمها مدالو بلاستومة. وحاجة اسمها اسمها بس. مدالو بلاستومة. صعب يا شباب? صعب. يبا دي معليش شوية سيندرومات نعرفهم. هي لك اسئلة في الامتحان. تمام? صعب? بس. اتتفي بيضا القادرة في الجزء ده. ان شاء الله هيتبقى لنا جزء. مش هيعدي لساعة اللي ربع هنتكلم على الكوة دوليبتها الكارسونومة. بس نلتقي ان شاء الله. بس ايه الفكرة ان فيها زيادات كتيرة. كده عنا في جزء الواحدية يعني. هنلتقي في الجزء القادر.